تبحث جماعة الاخوان المسلمين في اليمن اليوم عن موطئ قدم لها على الارض بعد ان كانت تطمح الى حكم البلاد كاملا وهي بذلك تجني نتائج حسابتها الخاطئة وسياساتها المتسرعة والتفافها في الوصول الى السلطة من اقرب السبل فالحراك الشعبي الذي تفجر مطلع 2011 وحاولت الجماعة ركوب موجته كما فعلت في اقطار عربية اخرى افلت من يدها وتحولت الى غنيمة بيد الحثيين كما ان الشرعية التي اخترقها الاخوان وحاولوا استخدامها غطاء لمشروعهم بلغت مراحل متقدمة من الانهاك وقل حضورها وتأثيرها في مسار الاحداث على الارض ويقف قادة الفرع اليمني لجماعة الاخوان المسلمين قبيل انقضاء العقد الاول على تفجر الاحتجاجات الشعبية في فبراير 2011 على حصيلة السلبية التي تأتت لتنظيمهم وعلى المصير المؤلم الذي الى اليه اليمن ككل نتيجة لحساباتهم الخاطئة واستعجالهم بالانقضاض على السلطة باستخدام تكتيكات جربوها انذاك في اقطار عربية اخرى ويتمثل ركوب موجة الاحتجاجات وحرفها عن وجهتها الاصيلة كحركة تلقائية لمطالبة بالتغيير والاصلاح وذلك على اساس ان الاخوان هم الاكثر تنظيما وتماسكا واستعدادا للقض على زمام الحكم لكن الوضع في اليمن كان مختلفا فجاءت الاحداث حبلة بمفاجآت غير سارة للاخوان وملئة بالمنعطفات الحادة التي اخذت مشروعهم بعيدا عن اهدافه الاصلية الذي ظل يتقلص ويتراجع عن حلم الاستيلاء على السلطة وصولا الى الاقتتال لتأميل موطئ قدم في بعض المناطق غير المتصلة جغرافية